المجلس الشعبي الوطني يصوت بالإجماع على قانوني النقد والصرف والمحاسبة العمومية والتسيير المالي حيث أكد وزير المالية أن المناقشة المثمرة لنص قانون المحاسبة العمومية والتسيير المالي سمحت بتوضيح أهم أحكامه المتعلقة خاصة بالرقابة على النفقات العمومية وبالشفافية في منح صفقات العمومية وكذا مسؤولية الأعوان المعنيين بتنفيذ الميزانية وهذا في إطار تنفيذ المخطط الشامل لإصلاح المالية العمومية أما بالنسبة لقانون النقد والصرف فيشدد على حوكمة بنك الجزائر وتطوير وتنويع المنتجات المصرفية وكذا مرافقة التحولات التي يشهدها القطاع المصرفي وهذا في إطار تطبيق برنامج الحكومة للإصلاح المالي مشروع القانون النقدي والمصرفي يشكل حلقة محورية ونوعية للإصلاحات المالية التي باشرتها السلطات العمومية طبقا لتعهدات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون والتي من شأنها تعزيز القطاع المالي والمصرفي وتهدف إلى رفع معدلات النمو الاقتصادي كما ستسمح بالتصدي للأزمات من خلال تعزيز حوكمة بنك الجزائر ترجمة نانسي قنقر